السلام خير جميعاً هذه المرة ماذا أقرأ من شارع المتنبي من بغداد حيث سنذهب في رحلة معنا نتعرف على هذا الشارع اللي بيحمل اسم أحد أهم شعراء العرب فلنذهب معنا كل الكتب التي ممكن أن تفكر أو تفكر بها ستجدونها هنا في شارع المتنبي كتب لمعارضين سابقين كتب مذكرات لرؤساء الدول كتب فلسفية كتب دينية كتب اجتماعية جنسية يعني كل أنواع الكتب ممكن أن نجدها هنا وبطبيعة الحال بنسخ جديدة ونسخ قديمة والأسعار كما يبدو واضحاً أسعار زهيدة بالإمكان أن تملأ المكتبة الخاصة بك أو بكي بميزانية مقبولة حجي مجدداً مش حكينا مع بعض؟ نعم بالأسف لم يكن يسجل لماذا؟ هناك لم يكن أعرف لم يكن يسجل تحكي لنا على الشارع الشارع المتنبي من الشوارع المتنبي شو يعني لك الشارع المتنبي لك؟ يعني للي الحياة والروح وخاصة منها من الطفولة لأن مدارسنا هنا نزل واني من هاي المناطق حواليها العدادية مالتي كانت هنا موجودة بقرب الميدان يعني بعض الشارع المتنبي من مسافة شارع المتنبي من الشوارع القديمة في العهد العثماني وأول عهد الملكي كان اسمه شارع لك مخانة يعني المخبز العسكري بالتركي بعدين بالتلاثينات بدأت تنتقل المكتبات من داخل سوق الصراي فإشارة المتنبي بالنسبة لي الروح الريل يعني سؤال أخير عذرا هل تتخيل بغداد بدون المتنبي؟ صعبة صعبة بدون المتنبي الآن نحن في مبنى القشلة والذي كان الديواني الحكومي سابقا بني في العهد العثماني واستمر استخدامه لسنوات عديدة والعقول عديدة الآن هو منتدى ثقافي ضخم كبير مكان جميل الزيارة فيه أيضا خيام مثلا مخيام ثقافي الثقافي 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 ні اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة